نكمل الحديث في قصته في مكة ونبدأ بالحديث عن حياته في بدايات أمره قبل الهجرة استمر عليه رضي الله عنه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى عنه القرآن بشكل مباشر بشكل يومي حيش معاه في البيت يعني الصحابة كانوا يبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يروحون دار الأرقام يتلقون منه أحيانا يضطروا للاختفاء فترة أحيانا بعضهم يغيب هذا حليم نبي طالب رضي الله عنه فرصة في البيت ما في شيء يغيب عنه القرآن ينزل يحفظ فورا خاصة مع هذا الذكاء الذي عنده والقدرة يعني القيادية والجدية التي أخذها يقولون حتى يعني ما كان له لعب مع الأطفال كان كل حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان من أوائل من أسلم وصدق ونال الحسنة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت المقدس وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلتين رضي الله عنهم وبدأت شخصيتها تتربى في هذا الجو الدعوي العظيم والجو القيادي الكريم وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الدعوة مع أقاربه أول بداية للدعوة والتبليغ هو مع أقاربه في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة لأقربائه ومنهم من أسلم ومنهم من رفض وطبعا كانت الدعوة للآخرين أما علي فكان قد أسلم قبل الأمر بهذه الدعوة وبدأ بعد ذلك كما تعرفون أنا سأختصر هنا السيرة لأنني ما أريد أن أعيد السيرة وإنما سأذكر الحوادث التي لها علاقة بعلي رضي الله عنه أكثر أما من يريد السيرة فيرجع إلى الأشرطة المتعلقة بالسيرة النبوية أو البرامج التلفزيونية التي عملتها في هذا الشأن بدأت الدعوة بدأت تنتشر بدأت دعوة صلى الله عليه وسلم مع عشيرة الأقربين مع أهل مكة أجمعين بدأت الدعوة إلى الإسلام لقريش بدأت الدعوة للقبائل اللي حوالي قريش وتعرفون يعني قريش عاندت وبدأت يعني تسلبت يعني أمر خطير جدا هوا خطورة على فكرة ليس فقط دينية انتبهوا الخطورة ليست فقط دينية الخطورة أيضا كانت اقتصادية على قريش أما من الناحية الدينية فهو سيغير دينهم ويبدل آلهتهم ويسفها أحلامهم ويسفها أحلام آباءهم اللي كانوا يعبدوه حجارة وأصنام فهذا جانب الديني ما هو الجانب الاقتصادي الجانب الاقتصادي رئيسي جدا كل العرب جميع العرب كانت تعظم الكعبة وكل العرب كانت مسلمة لقريش أنها هي التي تدير أمر الكعبة والحج والحج موسم تجاري ضخم جدا وليس موسم ديني فقط طبعا هذا من أيام الجاهلية الآن قريش عشان تشجع التجارة أكثر أمرت كل قبيلة من قبائل العرب أن الصنم الذي يعبدونه يأتون به ويضعونه عند الكعبة فبعض القبائل كان عندها صنم واحد فجاءت به وحطتها عند الكعبة بعض القبائل كان عندها أكثر من صنم فجاءت بواحد منها وخلتها عند الكعبة فالآن تخيل واحد يبي يدعو ربه نحن الآن يعني نقدر ندعو الله سبحانه وتعالى في أي مكان طب ليش نروح الكعبة يعني في شعور هكذا روحاني إيماني بالقرب من الله عز وجل وإن كان هو قريب مننا في كل مكان سبحانه يعني هو قريب مننا وهو معكم أينما كنتم لكن في شعور بشري أن الله سبحانه وتعالى خصص لنا مكان البشر يحتاجون هذه الرمزية فسخر لهم ذلك هذه الرمزية كانت أيضا وما زالت في البشر إلى اليوم في كل الأديان وعند قريش فكانوا العرب يحجون إلى الكعبة لتعظيمهم الكعبة ويحجون لآلهتهم يعني يذهبون لزيارة آلهتهم فإذا صدر القرار أن هذه الآلهة كلها باطلة ودمرت الحج بالنسبة لهم ما راح يكون فقط للكعبة وليس للآلهة هذه واحدة أيضا من الجانب الاقتصادي الآخر قريش صدرت مجموعة من القرارات الرئيسية التجارية بالاستغلال الدين والأسف في بعض الناس إلى اليوم يستغلوا الدين لمكاسب بشرية ومكاسب شخصية صدرت قريش قرارا أن اللي يأتي للحج أو العمرة إلى الكعبة ممنوع يطوف بالملابس اللي جاء بها لازم يطوف بملابس يشتريها من مكة ممنوع يأتي بملابس ويدور فيها وذلك بعض العرب اللي ما كان عندهم فلوس كانوا يأتون لأنه ما يقدر يشتري ملابس اللي ما عنده فقير فكان يتعرى ويدور حول الكعبة فهذا سبب التعري ليس لأنهم عرات ما عندهم فلوس لكن كانوا لابسين لكن لما يأتوا مكة ينزعوا ملابسهم حتى يطوفوا لأن ممنوع دينيا قرار من قريش أن أحد يطوف حول الكعبة إلا بملابس من قريش شجعوا تجارتهم وغيرها من القرارات فلما يأتي دين جديد قد يأخذ كل هذه المزايا ويخرجها منهم ولذلك الحرب كانت حرب دينية لكن أيضا كانت بسبب الخوف الاقتصادي فبدأت قريش تحارب الدعوة كما تعرفون بكل ما تستطيع وكانت مقاطعة بني هاشم وانعزالهم في الشعب كما ذكرنا وزاد الضغط فكانت هجرة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وكثير من المسلمين معه إلى الحبشة الفكرة يعني العدد كان كبير الذي ذهب إلى الحبشة بالنسبة لعدد الذين أسلموا عدد الرجال الذين أسلموا في الفترة المكية كلها كانوا 151 فقط عدد الذين هاجروا منهم إلى الحبشة 70 واحد عدد المسلمين أصلا قليل وتحت الضغط معظمهم ذهب إلى الحبشة على كل حال هذه القصص كلها تعرفوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني يشهد كل هذه المشاهد ثم طبعا مات أبو طالب المدافع الرئيسي عن النبي صلى الله عليه وسلم والد علي بن أبي طالب وكان عامل حزن وبعده بثلاث أيام تموت خديجة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم والأم الفعلية لعلي بن أبي طالب فهو عام حزن على النبي عليها أفضل الصلاة والسلام وهو عام حزن على علي مات أبوه وماتت من هي بمثابة أمه أمه الحقيقية فاطمة بنت أسد موجودة لكن أمه التي يتربى في بيتها ماتت رضي الله عنها فكان عام حزن عليهما ثم تعرفون يعني كان الإسراء والمعراج والتصديق والتكذيب الذي جاء وراءه تعرفون طبعا المشاهد كلها شاهدة إسلام حمزة إسلام عمر اشتداد الأذى وشهد دخول الأوس والخزرج في الإسلام وشهد بيئة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية وانتشار الإسلام في المدينة المنورة بينما النبي صلى الله عليه وسلم وعلي كانوا ما زالوا في مكة وبدأت الهجرة بدأت الهجرة وكل المسلمين هاجروا آخر اثنين أو ثلاثة بقوا هم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي بن أبي طالب هؤلاء الثلاثة كانوا يستطيعون الهجرة ولم يهاجروا وكان أبو بكر كل ما طلب أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا غيرهم الذين لم يهاجروا كانوا بعض النساء اللي ما عندها أحد يسافر معها وأهلها ما يسمحوا لها أو بعض العبيد اللي كانوا يعني محكومين من سادتهم أو بعض المسلمين المستضعفين اللي ما يعني متحكمين فيهم قريش لكن كل من كان يستطيع الهجرة الجميع حاجر كل تفصيل فصلنا في السيرة إلى أن جاء اليوم العظيم حيث جاء الوحي بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق لكن ليس بهجرة علي يبقى علي في مكة كل هذه الأحداث علي رضي الله عنه شهدها لم يكن له يعني دور بارز رئيسي يعني قصص نتحدث عنها لأنها مرة أخرى من جهة كان صغير ومن جهة كانت الأحداث يعني أذى على الجميع لم يهاجر إلى الحبشة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الهجرة عمر علي رضي الله عنه كان 23 سنة وقريش كما تعلمون كانت تحسب ألف حساب لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الآن ستتكون له دولة والدولة هذه ممكن تنتشر وبعدين ممكن تهاجم مكة وتأخذ الدين منهم وتأخذ السيادة منهم فكانوا بالنسبة لهم خطر شديد وشافوا المهاجرين بدأوا يزدادون في المدينة وزادت قوتهم فلو لحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بداية نهاية كما يقولون مكة عندما صدر القرار اجتمعوا كما تذكرون قريش في دار الندوة وصدروا القرار بأن يأخذوا من كل قبيلة رجل فتى شاب قوي صاحب قوة عسكرية يقولون صاحب جلادة وصاحب نسب من أشراف قريش ليس من بني هاشم من الفروع الأخرى فيضرب الرسول صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد وبالتالي يتفرق دم بين أفخاذ قريش ولا يقدر بنو عبد مناف على أن يهاجبوا كل الباقي وعندها سيعطوهم الدية مستعدين يدفعوا الدية وتنتهي المسألة وكان خطة خبيثة جدا كما تعلمون اقترحها أبو جهل فرعون هذه الأمة فجاءت قضية الهجرة لتظهر لنا وتظهر للتاريخ أول مكان شريف ظاهر بعد إسلامه هو موقفة رضي الله عنه في الهجرة يروي المؤرخون يقولون لما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة وأخبر أبا بكر الصديق بذلك في الليلة التي كان سيخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد اجتمعت على قتله وأنها قررت إحاطة البيت برجالها وأمره ألا يبيت على فراشه اللي كان يبيت عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من خطته أن يخلي علي رضي الله عنه ينام في نفس الفراش هذا الفراش كان في حوش البيت يعني ليس داخل الغرفة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في سور وفي حوش وبعدين في داخل البيت فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان ينام في هذا السرير اللي في الحوش فكان هؤلاء الذين جاءوا حول البيت قرروا أن لا يقتحموا البيت ليش؟ قالوا عيب شوفوا قضية الشرف كانت قضية عظيمة جداً عند العرب قالوا عيب لو سمعت العرب أننا نقتحم بيت واحد من أشرافنا وندخل عليه وعلى نساء يستهزئوا بنا كل الدهر أنتم ما عندكم شرف والنساء اللي في بيوتكم مالهن قيمة يصغل شرفنا خلونا ننتظر خارج البيت إلى أن يخرج فقرروا الوقوف خارج البيت بانتظار أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة إلهية الله سبحانه وتعالى يكرم أن يفتح الباب ويخرج من بينهم وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لا يبصرون ما رأوا والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ التراب وحط على رؤوسهم وغادر النبي صلى الله عليه وسلم بيته وراح إلى بيت أبي بكر وركبوا الدواب وخرجوا وخرج معهم الدليل وذهبوا إلى غارثور واختبأوا فيه والدليل أخذ الإبل وهذا كل بالليل هؤلاء واكفين بحتين يعني طبعا عملية فدائية يعني اللي نام الخبر قال له قال له في ناس الأهان سيأتوا يقتحموا أو قد ينتظروك لما تخرج يقتلوك يعني عملية فدائية تماما فنام رضي الله عنه لم ينم وإنما استلقى وهو يعرف أن السيوف عند الباب تخيلوا إنسان بهذه الصورة يعني مستلقي في فراشة بين أو بين الذين سيقتلوه خطوات وليس يعني أمتار خطوات قليلة عند باب البيت اللي هو في حوشة إلى أن جاء الفجر هم متعودين الرسول عليه السلام يخرج بالليل ما خرج يخرج الصبح بداية الفجر ما خرج فبدأوا يعني واحد يرفع الثاني فوق سور البيت وإذا فيه واحد نايم خلوا انتظروه فلما يعني طول لما بدأ النور يسفر وإذ واحد يلاحظ على رؤوس الآخرين تراب طالعوا في رؤوس بعض وإلا كلهم عليهم تراب من اللي حط علينا التراب كيف خرج محمد كيف وضع علينا التراب هذا لا يكون إلا من فعل محمد اقتحموا البيت لأن خافوا أن يكون هرب منهم وهذا موجود وإذ علي فرفع عن نفسه القطاء وقالوا محمد قال خيبكم الله قد خرج وذهب لحاجته فطبعا ما قتلوا علي لأن ليست هذه الأوامر وكان يعني لولا أنه يعني نفض عن نفسه كان ممكن يقتلوه وفي فراشه فخجلوا وانقلبوا خائبين لكن بهذه الفدائية أنا متخيل لو أي واحد مننا في هذا الموقف كيف القلب رح يكون وضعه كيف هزت هذا القلب كيف الرجف اللي رح تكون لكن هكذا كانت شجاعة علي رضي الله عنه وهو في هذا الموقف فهذا من المواقف الشريفة التي قالوا عنها أول فدائي في الإسلام فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه